أهلا وسهلا فيك عزيزي المدريدي بهاي القناة بعد ما أنت عمل جولة كثيرة على يوتيوب وأنت عم تدور على تعريف لماركو أسنسيو وأنا بطمناك أنت وقعت بحضن أمك وأبوك لأنه أنا اللي راح أعطيك التعريف الرسمي لماركو أسنسيو هو بك الاختصار اللاعب اللي بتضل أنت عم تسبو يعني هاي أكتر جملة عجبتني لما قرأتها بصراحة 99 سنة بتضل عم تسبو على أداءه اللي مو طبيعي وتضيع الفرس ورعونة وشي يعني ما بعرف من الإيذاء البصري لما أنت عم تتابعوا لهذا اللاعب فجأة بيجي هيك ومبارات تكون مقفلة وريال مدريد معا ما معرفة فوز نهائيا بيعطيك قول هذا اللي ما بتنساء انت بمئة سنة عرفته واللي بيجدد على أساسه هو تسع سنين للأمام مع ريال مدريد على أساسه هو اللاعب الموهي بالخارقة اللي ربما لن تنفجر طوال حياتها يعني فبتصفون هيك انه والله الولد لعيب لا 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 رجله كتير حلوي على الكرة بعدين بتصفون هيك لا بتضلع متسبو سنة تانية بتكملهم عالمية لأنه هم عم يعرف يستثمر هاي الموهب الرهيب جدا بالتزديد اللي موجود عنده واللي كل فترة وفترة بتطلع وبتختيفي مئتين سنة بعد ما يجدد عقده السلام عليكم أحباء الكرام إذن ريال مدريد بيتخط عقبة فالانسيا والله هي معاقبة هي نعم مباراة من المباريات الكلاسيكية بالكرة الإسبانية للأسف سابقا وليست حاليا وليش للأسف لأنه فالانسيا عم يمر بأسوأ مرحلة إلو تقريبا بالألفية من عام 2000 وقبل الألفين كمان لحد اليوم ما شفنا أسوأ من هذا الفالانسيا نهائيا بكرة القدم قاطبة لا محليا لا أوروبيا لا بالكؤوس ولا بأي بطولة كانت أبدا لا محليا ولا حتى أوروبيا فلذلك ما كانت كلاسيكية نهائيا على أرض الملعب مثل ما كنا متوقعين طبعا ريال مدريد كان المفروض أنا حكيت قبل المبارات أنه يتجاوز هذا الفالانسيا بسهولة ويكون فريسة سهلة وتكون نتيجة عريضة جدا لكن اللي حصل هو العكس تماما هالفالانسيا كان جيد لا في نقاط فيها كان جيد لكن ما طبقه كان سيئ جدا ريال مدريد هو اللي ما عارف يحسن المبارات من البداية مثل ما شفنا طبعا بعد إقالة قاتوزو كان مساعد المدرب هو اللي تولى قيارة هذا الفريق بهذه المبارات فشفنا فالانسيا بيدخل بالأربعة ثلاثة ثلاثة حتى أنه كافاني بدأ المبارات ولو كان ممكن يكمل لما بعد المبارات كان خلال مدرب لأنه ما عنده الاحتياطيين حتى يكونوا بربع لفل الأساسيين حتى مع أنه الأساسيين سيئين لتكونوا بالصورة أنا حاقيكم كافاني أساسي بفلانسيا اليوم كافاني تذكروا هذا اللاعب المقرض اللي تجاعد وجهه صارت تقريبا أسمك من الطراحة يعني قد ما كبر بالعمر لحد الآن هو الأساسي بنادي فلانسيا وما عنده احتياطي بربع جوته حتى بالمقابل ريال مدريد دخل بالأربعة ثلاثة ثلاثة طبعا مثل ما كان متوقع ناتشو وكما فينقا على الأرويقة كونه كان في إصابات أو موجودة إصابات كرفخة قال اللهم هو إذا رجع عنا قدر ملتوا مع روديقر كانوا أنه قلوب دفاع بينما شفنا بالوسط كل من توني كروس مع لوكا مودريتش وكذلك دانيسي بايوس الناس تسأل ليش بالفيردي ما بدأ يبدو بأنه كان رؤون شعر بأنه فيدي بالفيردي لازم يأخذ قصط من الراحة لازم يبتعد شوي عن الأساسية مع ريال مدريد فيه على يضغط الولد فيه على يضغط ظهني واضح ما أنه مركز نهائيا فقرر أنه يبعده وهذا الشيء مريح له ذهنيا بينما نقدمه شفنا فينيسيوس أسنسيا وكريم بنزما بهذه المرة هند اللي بدأوا المباراة المفروض بهذاك وضع لما يكون فالانسيا بأسوأ أحواله وأسوأ أحواله يعني أنت اليوم لو بجيب لك قادش من الدرجة الثانية فهو أقوى من فالانسيا الحالي حتى نكون واضحين يعني حتى فرجيكم قديش مدى التعاصل اللي عم يمر فيها فالانسيا اللي بآخر خمس مباريات منتصر ألا وحدة ومع هاي الخسارة بآخر ست مباريات منتصر ألا وحدة قديها بس خسارات وتعاود الوحيد بس متخيلين البؤس اللي عم عيشه فالانسيا لا دفاع ولا هجوم ولا هسط ولا تسلل ولا أهداف ولا حوله ولا قوة إلا بالله نهائيا لكن اللي حصل أنه ريال مدريد إذا بدي أسم الكلام هون في عندي ثلاث أطوار مرد في المباراة الريال لازم يفوز بغض النظر أداء غير أداء ما بيصير يعني هو لازم ينتصر اليوم ما في أنت عندك تمنقات بدأ ترجعهم خمسة ما برشي لنا ما عندك مجال أبدا للتعثر لازم تبدأ المباراة أول شي تستمر بالحدة اللي كانت موجودة عندك بآخر مباراتين تستمر للمباراة الثالثة دواليان دائما عم نطالب بالحدة نحنا وكذلك ضبط الرتم دائما بحكي الفارق بين فريق كبير وفريق عادي أن الفريق الكبير يضبط رتم المباراة شو يعني يضبط رتم المباراة هو اللي بيسيرها هو اللي بيرفع الحدة هو اللي بيخفضها هو اللي بيمشي جهة اللعب بالمباراة مو بيكون متجاوب مع خصمه اللي انت بتجاوب مع خصمك لما يكون من قوتك والله يعني قوته هي من قوتك أساسا يعني قريبة من قوتك يعني مثلا وثالث شيء انك تزيد الكثافة الكثافة اللي يعني مو موجودة بريال مدريد يا جماعة صررش هي ثلاث مباريات مطبيعية يعني اللهم بالمباريات الماضية ظهرت شوي فكانت أمور ريال مدريد جيدة لا بأس فيها شو يعني الكثافة يعني انت لما تدافع يكون فيه عن جد كثافة بتحس فيه عدد عدد لعبين يعني عم نحكيها عبساط أحمدي نحن بوسط الميدان لما ينتقل للعب بتحس فيه كثافة فيه خيارات تمرير كثيرة وفيه خيارات للعب أيضا كثيرة ولما تهاجم أيضا فيه كثافة أوكي كان عندك كثافة نوعا ما بالثلث الأول من ملعبك بس هذا ما بيهم هجوميا لأنه انت بالنهاية بالثلث الثاني والثالث الكثافة عندك صفر 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 يعني انت ريال مدريد لما عم تهاجم وتوصل لآخر ثلث من الملعب يا أخي انت مانك موجود يعني بتحس بس يافي لعبيات نين جوا منطقة الجزاء مو منطق انت كفريق كبير عم تلعب قدام فالنسيا السيئ بهذا الموسم لازم أقل شي لما تهاجم هذا الفريق يكون عندك أربع خمس لعمين داخل منطقة الجزاء تخلق تخلق كثافة تخلق كثافة وخيارات تمرير وتزديد في ذات الوقت شفنا نحن بالشوت الأول لما ريال مدريد هاجم بأربعة لما صار زيد داني سيبيوس معاهم ودخل الثلاثة داخل منطقة الجزاء اجت فرصة والتانية والتالتة واضعها ريال مدريد بالشوت الأول مثل ما شفنا ربما بالشوت الأول ما في غير ملاحظتين هي هذا الموضوع اهدار الفرص بشكل غريب طبعا بستثناء ماركو أسنسيو بكل أمانة في الكرة اللي عطايها بنزيمة رسم بالكعب ما بيلام فيها أسنسيو راح تقول لي القول فاضي ايه القول فاضي لكن في استماتة يعني اللاعب من فلانسيا شطح قدام أسنسيو هيك واللاعب التاني شطح هيك فيعني وين بدأ يروح أسنسيو بحاله خلص يعني هي بدأ تضرب بواحد منه الإجبار يعني بدأ تقول لي والله كان يرفعه ويعمل هيك حبيب كانت الطابة ما مع مجال هو بدأ يشوته بس فورا هو عمل كل شيء صح فلا يولام فيها اللاعب لكن باقي الكرات ايه فيه انفرادة تانية يولام فيها أسنسيو فيه انفرادة يولام فيها فينيسيوس فيه فلسفة أيولام فيها فينيسيوس كان المطلوب الحدة والمباشرة على المر ما أكتر أيضا كان بهذا الشوط فيه حاجة ثانية واللي هو طبعا إصابة ميليتا وأتمنى للشفاء العاجل هذا المدافع اللي أنا بحب عقلية هي النوعية من اللاعبين بحبهم كتير خروجه للأسف يعني إن شاء الله تعالى ما تكون واضح أنه فيه شيء بالعضلة الضامة أنا ما بعرف انتبهت على العضلة الضامة كأنه كان ماسكا فأتوقع إصابه بالعضلة الضامة منعرف إن شاء الله تعالى يعني حتى الحصاد الصباحي بيكون با يمانا إن شاء الله تعالى أتمنى تكون إصابته منها قوية نهائيا وطبعا نزل كرفخال وضم ناتشو على العمق حتى يصير ناتشو ريديقر هنا قلوب دفاع وكرفخال عجبها اليومنا طبعا طبعا طبديل الطيراري هو كان كرفخال حينزل لكن كان المفروض ينزل بآخر المباراة حتى يرجع ويحرك جسمه لفرق بالشوط الثاني طبعا بالشوط الأول 68% استحواذ فاستحواذ ضخم لريال مدريد لكن استحواذ سلبي كفاعلية استحواذ سلبي كفاعلية مو استحواذ سلبي إنه أنت فايز والله عم تقتل المباراة لا 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 استحواذ سلبي سلبي بكل معنى الكلمة يعني أنت هو استحواذ لأنك مستحواذ بس يعني أنه والله أنت طولت كتير لطلعت بالكرة طولت كتير بنص الميدان هي بس هيك كان الاستحواذ عما ما كان فيه نقل كل شي كان غلط بالشوط الأول بالشوت الثاني اللي حصل هو خليني أقول لك في لحظة مع بداية المباراة لما زاد ريال مدريد عدد لقدام والي هو الكثافة نقطة الكثافة النفس اللي عم يحكي عنا وارتفعت الحدة بالحركية مع ريال مدريد بنزيمة فتحت جبهة اليمين عند منطقة جزاء الخصم أسنسيو ضمن للعمق صار في ارتباك مطبيعي عند مدافعين فالانسيا لأنه انت مين بدك تمسك صار عندك ما عندك تتوقع مين هو اللاعب اللي لازم تمسكه وين رح تكون نهاية هاي الهجمة ما فيك تتوقع لهيك نحن دائما منثني على الكثافة ومنثني على اللامركزية اللي بيعملوا اللاعبين ببعض الأحيان خروج أسنسيو بهي الطريقة عبقرية بنزيمة ضربوا للمساحة كيف استلم وسلم لأسنسيو هون صار في مساحة عند أسنسيو يسدد وعطاني الهدف الخارق الهدف اللي لا 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 كان يعني شي شي رهيب بصراحة وصاعق على رأس فالانسيا فالانسيا كان متوقع أنه يصمد أكتر وأكتر طبعا اللي بيفكر أنه فالانسيا عم يلعب أنه والله يخطف قول أو كذا لا ما في هذا الحكي نهائيا يعني فالانسيا بيقول لك يا بطلع تعادل يا بخسار ما في حل ما عنده حلول ما عنده أسلحة فالانسيا حتى الارتداد بطيء ما بيعرفي هاجم هذا الفالانسيا هذا للأسف أنا يعني متدايق وأنا عم أحكي هذا الكلام ما بيعرفي هاجم نهائيا لما أجد هاي الفرصة أجد هدف أسنسيو مباشرة فالانسيا اندفع بشكل غير مفهوم لأنه يعني فالانسيا شوفه كان بس بدل خلاص المباراة ما عنده أمل ما عنده طريقة ما عنده حلول ما في شيء يسوي نهائيا اندفع بطريقة غير مفهومة تمريرة ذكية من بزيمة فينيسيوس بالسرعة الخارقة بدون نهائيا أي فلسفة على الكرة خلاص باتجاه المرمى لاحظتوا لما استلم وعطاها أول دفشة دفشة الثانية كانت باتجاه المرمى وركض وراها هو عم يجبر نفسه أنه بعدي عني أنا ما بدي رابغ أكتر عم يجبر نفسه أنه بدلوه على المرمى خلاص واضح في فارق سرعة رهيب بينه وبين المدافعين وحطها بدون فلسفة نهائيا بالمرمى هون انتهت المباراة بعد هيك ما في تفاصيل فشوفوا الفارق هون قبل الهدف أنا عم تابع على السوشال ميديا الناس عم تسبع الريال وعم تسبع المدريديس أنا بقصده وعم تسبع الفينيسيوس وعم تسبع الأسنسيو بعد الهدف والملكي 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 إذن هون تفرجيكوا أنه دائما النتائج خداعة أول شيء بالنسبة للريال بسباق الدوري هذا المهم الانتصار فقط هل في مشاكل؟ نعم طيب ليش ما كملت أنت بعد الهدفين لأنه بعد الهدفين معنا في مباراة خاصة طرد جابريال آيا جابريال بس جابريال مو جابريال أرسنال جابريال باوليستا اللي هو لاعب فالانسيا لما ادخل وعقول التحفيظ الدراجي هو تدعى فينيسيوس لأنه هذا اعتداء وأتوقع يكون في عقوبة عليه حرمان 3 أو 4 مباريات لأنه ضربة هي الطريقة في عقوبة بكل تأكيد بعد الهدفين والطرد المباراة ما عادت مباراة صفر ريال مدريد عام يسيرها مجرد تسيير عمل كارون شوتي 3.4.5.6.7.8 تبديلات وراء بعض خلص سيروا المباراة خلي الناس تحرك بدنها شوي شوي على الهادي يعني بحيث ما بدي لا استنزف حالي بدنيا ولا حتى فنيا خلي المباراة تخلصه بس إذا أنا برجع هذا السبب أني ما حكيت عن شيء بعد الهدفين لأنه ما صار شيء نهائيا هل هاي النتيجة بتلغي أنه في مشاكل بريال مدريد في مشاكل بريال مدريد مشكلة الحدة حدة مطبي ريال مدريد ما عم يعرف يرفع الحدة ضد خصومه ويضبط رتم المباراة يكون هو ماسك رتم المباراة هاي النقطة لازم يشتغل عليها كارون شوتي هاي مشكلة مدرب يعني هاي الفكرة بالمدرب هو لازم يضل واقف على الخط عم يحفز اللاعبين رفاع وركود عرفتوا لش أحيانا نحن نعجب بالمدربين اللي بيضل يعيطوا بيضل كل حركة انت اللاعب وقف المربع الفلاني بكذا بكذا قرب لأدام فلان على الخط الثاني بيكون آري الموضوع كبلاي ستيشن هو هي هون فكرة الحدة وضبط رتم المباراة هذا الشيء بتوقع أكيد كارون شوتي بيكون منتبه لهذا الموضوع ولازم يعالجه لكن كمباراة وسباق دوري مبروكة الماترديستا هدفي أكتر مرائعين واعتبروا أنه أسنسيو جدد وقعد على قلوبكم عشر سنين تانين والله أعلم بتمنى أن ماركو أسنسيو يستثمر هي الميزة الرهيبة عنده بكلاماري والله ميزة حلوة عندك ورجلك حلوة على الكرة لما تسدد طيب خلاص ضبط أمورك بالنسبة لفينيسيوس هذا الهدف يعني له كتير بأكيد بعد ما سجل أكيد شفنا ذهب باتجاه الجمهور واعتذر منهم بعدين ضم كارلو واضح أنه اللاعب يبدو كان عليه الضغط هائل جدا 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 وأنزاح عنده بعد تزييل هذا الهدف وأتمنى له كل التوفيق لأنه هو لاعب من اللاعبين اللي أنا مراهن عليه هون يكونوا من اللي راح ينذكر اسمه دائما بكرت القدم تذكروا فينيسيوس في فيدي فالفيردي لازلت مراهن عليه وإن شاء الله ما بخيب ظني وفي عندي أليكس بالدي لاعب برشلونة مراهن عليه كثير 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 بالنهاية الحبايب آراء شخصية كل اللي حكيته لأكتر والأقل حطوا لي آراءكم بخانة التعليقات شوفكم على خير بإذن الله السلام عليكم